اهلا بكم فيديو جديد معاكم رنزا النهاردة مشروعنا جميل قوي قوي ومميز زي ما احنا شايفين هنعمل مع بعض محفظة او بوك بصوا سهل جدا جدا وامر قوي زي ما احنا شايفين بتلت جيوب هنشوف كل التفاصيل مع بعض بصوا حلوة ازاي منا يا رب افكاري تكون بتعجبكو شجعوني باللايك والشير واشتراك في القناة لسه في افكار كتير حلوة قوي قوي هنعملها مع بعض يلا بينا على طول نبدأ ونشوف الامر ده عملناه زي الادوات اللي احنا نستخدمها النهاردة خيوط سلسلة تمام؟ خيوط سلسلة فرنساوي ده السمك بتاعه بصوا بيبعمل شبه خيوط إليس ديفا بلاس لو عندنا تمام او اي خط رفيع تمام؟ وهنشتغل بيه بابرة مقاس تلاتة ويمقص للا بينا نبدأ انا هشتغل على فتلتين تمام؟ هعمل دايرة سحرية ارتفع واحد اتنين مع السلسلة اللي لسه عاملها دلوقتي با كده تلاتة تمام؟ تمام؟ تلاتة تلسلة يعني عمود بلفة انا هشتغل جوة دايرة اربعتاشر عمود بلفة تمام؟ ده السلاسل اول واحد كده اتنين تلاتة اربعة انا خلصت اللي اربعتاشر عمود بلفة هقفل الدايرة بتاعتي اهي هعمل ايه؟ هدخل في اول واحدة كده هاخد منزلقة وهرتفع اتنين سلسلة تمام؟ الدور دا هشتغل تمانية وعشرين عمود بلفة مضعفات الرقم اربعتاشر يعني فوق كل عمود بلفة هاشتغل اتنين عمود بلفة بس انا هشتغل في الفتلة الامامية بصوا كده سلسلة بتاعتي اهي لأ انا هدخل هنا تمام؟ هاخد في الفتلة الامامية هشتغل فيها اتنين عمود بلفة كده واحد واتنين تمام؟ اهو تاني في الفتلة الامامية اهي انا مش هدخل جوه حرف الفي كله لأ انا هدخل هاخد الفتلة الامامية بس تمام؟ برضو اتنين عمود بلفة الترتيب الطبيعي بتاع الدايرة بتاعتي تمام؟ اهي انا خلصت التمانية وعشرين كلهم تمام؟ هدخل هنا تمام؟ اهي هرتفع واحد اتنين انا ليه اشتغلت في الفتلة الامامية هنا علشان انا في الفتلة الخلفية دي انا محتاجاها هشتغل فيها زي ما هنشوف دلوقتي اوكي؟ تمام؟ هشتغل ازاي؟ هاخد غرزة عمود بلفة واللي جنبيها تزايد تمام؟ اهي في نفس المكان اوكي؟ اهي واحد وتزايد وبدخل تحت حرف الفي كله مش بياخد ولا فتلة امامية ولا اي حاجة اهي واحد واللي جنبيها تزايد هنا وفي نفس المكان تاني ده التزايد التزايد الطبيعي خالص بتاع الدايرة بتاعتي اهو واحد وتزايد تمام؟ انا خلصت اهو هدخل هنا هرتفع واحد اتنين تمام؟ هعمل ايه؟ واحد اتنين اتنين بعد كده التزايد اهو واحد وكمان في نفس المكان اهو هو هو تاني كده تزايد تمام؟ يبقى انا هشتغل واحد اتنين وتزايد تمام؟ اعمل معكم تاني واحد اتنين اتنين اهو وتزايد تمام؟ اهو واحد اتنين وتزايد انا خلصت بس سبت اخر سبع غرز معي بصوا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام؟ سبت السبعة دول هنعرف مع بعض دلوقتي ليه؟ تمام؟ هنشتغل دلوقتي في الفتلة الخلفية دي تمام؟ بصوا باينة قوي ان بدايتي هنا اهي حتى مختلفة عن بقية الصف التاحة اهي مختلفة لو مش باينة عندكم قوي ممكن يبقى ايه من بدايتي من هنا من الحرف اللي فوق ده احنا طبعا سبنا هنا ده المسافة دي احنا هننزل كده يبقى انا اول واحدة عندي اهي قصوا هجيب الخيط بتاعي هدخل كده هرتفع واحد اتنين ارتفعت اتنين سلسلة تمام؟ هعمل ايه؟ هاخد معي الخيوط دي في الشغل هشتغل بعد كده اهي في الفتلة اللي جنبيها على طول بصوا اهي تمام؟ هاخد عمود بلفة وكمان في نفس المكان تاني اهو هو هو هدخل هاخد عمود بلفة تاني ليه؟ لان انا بدايتي هنا تمام؟ كانت عمود بلفة في كل واحدة بس تمام؟ في الدور التاني انا هنا في الشغل هنا لما قلبت الشغل ببتدي اعمل الدور التاني اللي هو التزايد في كل واحدة اتنين همود بلفة وفي نفس المكان اهو هدخل هاخد كده يبقى انا عندي هنا اتنين تمام؟ انا خلصت الدور كله تمام؟ هاجي هنا عند اول واحدة هقفل كده وهرتفع واحد اتنين تمام؟ الدور التاني بصوا سوري كده هيبقى الدور التالت لان الدور الاول خلاص هو مشترك بين الاتنين تمام؟ ده الدور التاني اللي انا خلصته الدور التالت اللي هو ده واحد اتنين تلاتة الدور التالت بنعمل احدى عمود واللي جنبها تزايد انا خلصت تمام؟ هادخل هنا هاخد كده منزلقة وارتفعت اتنين سلسلة تمام؟ اهي يبقى انا كده فاضلي اخر دور اللي هو ده بصوا كده لما نعمل الشغل بتاعنا اهو فاضلي اخر دور اللي هو ده اللي بنسيب فيه فوق المسافة دي هعمله ازاي؟ تمام؟ انا المفروض همشي كده لأ انا هارجع لف كده علشان يبقوا كده قصاد بعض بصوا اهي بدايتي اهي شايفين؟ دي هتبقى قصادها دي تمام؟ فانا هعمل ايه؟ هعمل التزايد برضو بتاع بتاعي؟ الدايرة يعني هشتغل في نفس المكان تاني عمود بلفة فانا كده عندي السلاسل وعندي عمود بلفة يبقى انا كده ده تزايد تمام؟ الغرزة اللي بعديها هتبقى عمود بلفة واحد واللي جنبيها كمان عمود بلفة واحد يعني اتنين عمود بلفة وتزايد تمام؟ بعد كده تزايد التزايد التزايد الطبيبي بتاع الدايرة تمام؟ انا هسيبهلكو هنا عامل الفيديو ده مخصوص على الدايرة كل الخطوات بتاعتها بالزبط وما نغلطش في ايه ونعمل ايه صح تمام؟ اهو واحد اتنين وتزايد تمام؟ اهو انا هنا لما اجي احط الجزء الاولاني عليها هلاقيهم قد بعض بالزبط كمان لو عدينا الغرز احنا هنا كنا سايبين واحد اتنين تلاتة اربعة كمسة ستة سبعة كنا سايبين سبعة هنا كمان لو عديناهم واحد اتنين تلاتة اربعة كمسة ستة سبعة نبقى احنا كده اهو مزبوطين جدا مشين قصب بعض اهو بالشكل ده تمام؟ انا هقطع الخيط بتاعي طيب بعد ما خلصتها تمام؟ اهو عملت واحدة تانية زيها بالزبط بنفس الخطوات هي هي اللي احنا عملنها هنا اهو عملت واحدة تانية اهو اهو تمام؟ بقى عندي اتنين زي بعض بالزبط تمام؟ وكمان عملت واحدة اتنين عملت اتنين تاني بس مش زي دول عملت اتنين لوحدهم كده بصوا كده معي اهو عملت نفس الخطوات بتاعتي اللي عملناها هنا وهنا اهو هي هي بالزبط بدأت باربعتاشر عمود بعد كده تمانية وعشرين بعد كده تنين واربعين بعد كده الدور الاخير شلت منه بس السبعة اللي احنا اتفقنا عليها ومشتغلتش في غرزة امامية ولا اي حاجة زي ما عملنا هنا كده عشان نطلع منها بدور تاني كده وراها لأ اشتغلت الدايرة العادية خالص عملت منها اتنين اوكي تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض هجيب الدبل دي اللي احنا عملناها مع بعض اللي لازقين مع بعض دول تمام؟ وهجيب اللي عملتها لوحدها اهي تمام؟ هسيب دول دلوقتي اوكي هنعمل ايه بقى في دول مصوح؟ اهي هجيب دي اللي الوحدها هخليها فوق تمام؟ اهي هحطها على الوش بتاعها كده تمام؟ هجي هعمل ايه؟ نسو دي اللي هي اعتبر مفتوحة كلها على بعض دي انا هعمل كده هقفلهم هفضل ماشية كده 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 اللي هعملها تمام؟ هجيب بدايتي هشوف هنا كده اهي هجيب اول واحدة خالص اهي تمام؟ واول واحدة خالص هعمل هعمل ربط كده بينهم هربطها كده تمام؟ ارتفعت سلسلة عشان اربطهم على بعض تمام؟ اللي بعديها اهي هدخل في السلسلة كلها والناحية التانية اهي دي برده هدخل فيها كلها هاخد معي الخدة هعمل ايه؟ هاخد كده منزلقة تمام؟ وهرتفع سلسلة تمام؟ تاني اللي عليها الدور اهي هدخل فيها واللي عليها الدور هنا اهي هدخل فيها اهي هاخد منزلقة وهرتفع سلسلة هعم؟ بعد اما خلصتها اهي بسوا اديتني الشكل الحلوة قوي ده بسوا هامل ازاي؟ اكيد طبعا بسوا فرق بينها وبين الغرازة العادية بسوا شكلها عملت التانية زيها بالزبط اهي نفس الخطوات برضو هي هي بالزبط تاني اللي لازقين في بعض قريدي انا ما جيتش جنبيهم انا اشتغلت في اللي كانت فرداني لوحدها اهي هي اللي قفلت حواليها كده والتانية برضو اهم اللي لازقين في بعض انا ما جيتش جنبهم انا قفلت على اللي كانت لوحدها تمام؟ فبصوا هتدينا المنظر ازاي؟ اهو هنعمل ايه؟ هنيجي كده بصوا كده معي اهي ده الجيب الاولاني تمام؟ هخليه كده مفتوح عشان يبان قدامنا اهو وده الجيب التاني تمام؟ هعمل ايه؟ انا محتاجة الجيب التالت اقفله فهعمل كده وهيبقى ده كده الجيب التالت بصوا حتى لسه مفتوحة هو من تحت فهبقى هعمل ايه؟ بصوا اهي هقفل زي ما قفلت هنا بالزبط بنفس الخطوات بنفس الطريقة همشي حوالين ده كده اهو كل ده انا ما جيتش جنب اهو تمام؟ فاهمين قصدي؟ اهو حتى انتم وانتم شغالين برضو عشان ما تتلخبطوش اعملوا الحركة دي افتحوا اول جيب بعدا ما اتخيطوه وافتحوا الناحية التانية بعدا ما اتخيطوه تمام؟ هيبان معاكم الشكل ده اهو لسه مفتوحة اهو من تحت ده هنقفله دلوقتي بنفس الطريقة دي بالزبط انا خلصت الجزء التالت اللي في النص دي اهو بصوا اهو بنفس الطريقة برضو بصوا بصوا هيعمل معانا ايه؟ بصوا الشكل ده اهو واحد اتنين تلاتة هم تلات جيوب بتاعنا وبصوا كمان من هنا بصوا شكلها في كمان حركة اهي اللي اتنين دول مفتوحين كده فانا مش عايزاهم مفتوحين انا قفلت واحدة اهي اللي كانوا هنا هقفل اللي اتنين دول تاني بنفس الطريقة برضو السبعة اللي احنا سايبانهم هنا تمام؟ قفلتهم برضو بنفس الغرس دي بصوا كده اهي نعملها مع بعض نيجي اهي اول واحدة هنا واول واحدة هنا تمام؟ هنجيب كده الخيط بتاعي ارتفعت سلسلة تمام؟ هدخل في اللي جنبها على طول هاخد منزلقة وارتفاع سلسلة زي ما عملنا هنا بالزبط وارتفاع مزلقة وارتفاع 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 الحي بقى شكله جميل كده حي فينها؟ هنعمل مع بعض دلوقتي نيجي مسلا نشوف احنا عايزين ده الوش اوكي بقى هنا ده الضهر هاجي هنا عند برضو الضهر بس انا هنا مش هبتدي من السبعة نفسها تمام؟ انا هدخل في نفس اخر واحدة اهي اهي؟ علشان اخد الجزء ده كله تمام؟ يعني انا مش هاجي جنب السبعة بس انا هاخد الغرزة اللي قابليها كمان اللي قابليها من هنا واللي بعديها من هنا هرتفع كده سلسلة هشتغل ايه؟ هشتغل غرز حشو مجموعة من الادوار اهي؟ تمام؟ هعمل الارتفاع بتاعي اللي غطيلي الجيب هنا كده تمام؟ ونرجع نكمل مع بعض انا كملت الصفوف بتاعتي رايح جاي رايح جاي كده زي ما احنا شايفين اهو اهي؟ وكمان عملت مجموعة من السلاسل وقفلتها هنا اهي بصوا اهي مجموعة من السلاسل عادي بعد اما خلصت اخر واحد عملت مجموعة من السلاسل وكمان حطيت الشكل ده ينفع اي زرارة عندنا او اي شكل جمالي بصوا اهو نقفل كده بيه ده الشكل النهائي لمشروعنا النهاردة البوك او المحفظة الامر دي بصوا اهي تتفتح كده معنا وعميقة كده ده من جوه بصوا بتلت جيوب سهلة جدا جدا نقدر نحط فيها الحاجات بتاعتنا بصوا اصلا شكلها عامل ازاي؟ بصوا جميلة ازاي؟ حلوة قوي قوي وسهلة اهي اتمنى يا رب افكاري تكون بتاعجبكوا شجعوني باللايك والشير وسبسكرايب لسه في افكار كتير حلوة قوي قوي هنعملها مع بعض في القناة اشوفكوا المرة الجاي باي باي